اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في الموقف الثاني كلب شجاع ينقض صاحبه من لص مسلح ويظهر مقطع الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة المثبتة داخل المتجر العامل وهو يخرج من المتجر ليفرغ سلة المهملات ولدى عودته بعد عدة ثواني فوجئ بلص مقنع يقطحم المتجر ويشهر سلاحا ناريا في وجهه ويظهر عامل المتجر وهو يتراجع الى الخلف تحت وطأتي تهديد اللص والذي فوجأ بكلب الانقض عليه واجبره على الفرار خارج المتجر صفر اليدين وقد انتهى مقطع الفيديو والكلب يلاحق اللص خارج المتجر ولم يتضح ما الذي حدث بعد ذلك في المقطع الثالث وثقت كاميرات المراقبة لحظة شهامة حل بها شاب جزائري ساعدته سرعة البديهة وحميته في انقاض طفلة سورية لا يتجاوز عمرها السنتين سقطت من شرفة منزلها في الطابق الثالث وحسب ما اظهر المقطع الذي تنقلته المواقع التركية شاء القدر ان ينظر الشاب الى الاعلى قرب مبنى في احد الشوارع بمنطقة الفاتح بمدينة الصنبول التركية حيث سرع الالتقاط الطفلة بعد سقوطها نحو الارض ينقذها من موت محتم ولولا تداخل الفتى الجزائرية لكانت ارتطمت بالارض وفقدت حياتها على الفور في المقطع الرابع عامل توصيل ينقذ طفلة من الغرق في الصين اظهرت لقطات فيديو مصورة لرجل صنية اثناء قيامه بعمل بطولي فريد من نوعه كذا يلقى حتف نتيجته في الموقف الخامس رغم الفكرة المترسخة في اذهان البعض عن الكلاب الضل انها متوحشة ويخاف البعض منها ويتجنبها استطاع كلب ضال تلقينا لص حاول سرقة سيدة درسا قاسيا فعلى الرغم من عدم وجودة علاقة بين الكلب والسيدة هاجم اللصة ومنعه من السرقة وفر للص هاربا وبهذا الموقف تجد ان الكلب الضال فعلى ما لم يفعله اي شخص من المرة شكرا لكم على متابعة الفيديو ولا تنسوا الاعجاب به والاشتراك في القناة وكذلك مشاركة هذا الفيديو دمتم بمحبة الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته